صناعية مصر حقيقة أن صناعية مصر دي مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة وبرعاية وباهتمام من القيادة السياسية والأهم إنها بتقوم بدور مهم جدا وهو متعلق بالاهتمام بالحرف اليدوية والتراثية وهذه الفنون اللي يمكن كلنا كنا يعني هناك ريبة وبعض المخاوف من أنها تذهب أو تندثر أو تختفي مع مرور الوقت ومع عدم توارثها بين الأجيال المختلفة لأنه الحقيقة الهاند ميد أو الشغل اليدوي وهذه الصناعات التي نتميز بها أعتقد ده شيء مهم جدا مش بس للمصري للهوية المصرية والطابع المصري والإنساني حتى خلونا نفهم أكثر عن صناعية مصر معي ضيفي الكريم في الستوديو دكتور فاتح عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية دكتور برحب حضرت دكتور لو تكلمنا أكثر يعني إيه صناعية مصر إيه المبادرة دي بس دايما لازم أبتدي بالتوجه الشكر زي ما حديك قلت هي بترعى اهتمام من القيادة السياسية ويمكن كلمة صناعية يمكن على الفترة السابقة كان يعني بالمصر لنظرات شوية أقل كان مستوى تعليم لكن النهاردة لما يبقى فيه اهتمام من القيادة السياسية بتعظيم دور الصناعية أو دور الصنعة ده في شيء حد ذاته خلينا سريعا أننا نتجه لهذا الاتجاه احنا أولا وزارة الثقافة تابع لنا مركز الحرف التقليدية بالفصطات وده طبعا هو من سنة 54 يعني من فترة من شوء للحفاظ على التراث وزي ما حديك أكدت على الهوية المصرية والحرف من الانتصار فسريعا على طول في 2019 ابتدينا بتوجيهات طبعا معالي وزارة الثقافة خدنا المبادرة وابتدينا نشتغل عليها وابتدينا نعلن الإعلان على خمس حرف موجودين اللي هم الحلي اللي هو طبعا استخدام النحاس والفضة يعني في الأكسيسو الخزف التطعيم بالصدف والإشرة الخيمية النحاس بكل أنواع كان البداية بتاعتنا يعني ومازلنا يعني الحمد لله تقدم لنا أكثر من ربعمائة نقول صناية أو صناية ودي حاجة طبعا كلمة كلنا بنسعى بيها وأنا يعني السعيد بده الجميل أن كلهم أو الأغلبية كانت من تخصصات وكليات مختلفة تمام اشتغلنا معهم يعني مش بس فنون جميلة أو شخص توارث هذي اللي هلأ كان معنا طب وصيدالة وألسم يعني حقيقي إحنا فخورين بيوم برضو نكون بنأكد الأغلبية إحنا تقدم ربعمائة حاجة وعشرين عملنا اختبارات ابتدينا معنا 98 طالب أو دارس الأغلبية كانت سيدات برضو عشان نكون واضحين الله المبادرة يا دكتور بتكشف عن حاجات مهمة جدا في الدولة حقيقة المرأة دورها قوي جدا في المجتمع وبكل فخر بنعتز بالمرأة المصرية لأن هي فعلا بتصنع أجيال وقدرة أنها تصنع منتجات ومستقبل وحرك ده حقيقي يعني بتكلم بكل ودور